طيب الخبر اللي بعديه 500 جنيه غرامة الغياب المدارس دون سبب يعني لو حصل غياب متكرر بأيام متتالية مع بعض بيبقى فيه غرامات مالية وقال ان جاء نص مشروع القانون في اجراء تعديلات مادة واحدة فقط نص التعديل على يستبدل نص المادة 21 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النص الاتي مادة 21 يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه اللي بيغيبوا من المدرسة يا جماعة واللي قاعدين في البيت هيبقى بعد كده فيه غرامات ولا تزيد على 1000 جنيه لمين لوالد الطفل او ايه وليه امره اذا تخلف الطفل او انقطع دون عذر مقبول من الحضور الى المدرسة خلال اسبوع من تسلم الكتاب الحقيقة دا يخلينا طبعا الفترة الاخيرة بعد كورونا ظاهرة الغياب بقت كتيرة وكبيرة وطبعا انتشار التعليم الرقمي والمنصات الرقمية ممكن يكون خلى فيه بعض الطلبة قاعدين في البيت مش عايزين يروحوا المدرسة لكن الحقيقة هنا فيه علاج الموضوع اللي هو الاسرار على المؤسسات التعليمية والاسرار على المدارس بنص قانون هنا لغرامات للبيغيب اشتركوا في القناة